بعد صراع قاس خاضت الحكومة لإنعاش الريال أمام العملات الأجنبية صدر أكثر من إعلان بشكل متتابع لتحديد سعر الريال أمام الدولار توافق عند 545 بعد أن كان قد تجاوز الثمانمائة ريال نجحت قرارات البنك المركزي في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية بعدد من قرارات تعديل سعر الصرف الرسمي المعتمد لتمويل استيراد الموارد الأساسية خطوة أستبشر بها الكثيرون مما يؤكد أن حالة التحسن تمضي في سياقها لتوقف حالة النزيف الحاد الذي أصيب به الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وهو ما أنعكس على قرارات بعض المؤسسات التجارية كمجموعة هائل سعيد أنعم فقد أعلنت عن أسعار جديدة للمنتجات الأساسية تمضي وفقاً لانخفاض سعر الصرف غير أن المواطن اليمني لا يزال يشعر بخيبة أمل مصحوبة باتهامات للقطاع الخاص بأنه لم يقدم ما تملي عليه المرحلة من ضرورة وحاجة الناس من التزام لم ينعكس على أسعار الغذاء والدواء والوقود في السوق إذ أن الصرافين يكتفون بالشراء ولا يبيعون حالة الاحتجاج تؤكد أن الأسعار ما زالت مرتفعة وأن أسعار الصرف لم تنعكس بصورة فاعلة على حياة الناس فالمواد الغذائية لم تشهد إلا تحسناً طفيفاً وهناك انتهازية تجارية تستوجب من الحكومة استنفار كل قواها لإلزام القطاع الخاص بخفض أسعار المواد الأساسية لينعكس التعافي فعلاً على حياة الناس انخفاض سعر الدولار في ظل بقاء الأسعار كما هي يقول مراقبون إنه أصاب المستفيدين من تحويلات المقتربين بأضرار بالغة خصوصاً أن التحويلات المالية باتت هي المورد شبه الرئيسي بعد توقف الأعمال وانقطاع الرواتب ماذا سيعقب إجراءات البنك المركزي بفتح الاعتمادات لتجار المواد الغذائية وتقطية الواردات بسعر 545 ريالاً للدولار الواحد تأتي الإجابة عبر حزمة من الإجراءات والتدابير الأخرى على الصعيد الاقتصادي والرقابي والسياسي التي يفترض بالحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والرقابية اتخاذها منها إجراءات بحق المضاربين بالعملات وتوفير المشتقات وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحد من معاناة الناس فأكثر من عشرين مليون مواطن شكل انهيار الريال والحصار ضربة قاسية لما تبقى من آمالهم في الحصول على أدنى مستويات الحياة الطبيعية وقوتهم اليومي